ثم تمحظور يشترك فيه الرجال والنساء وهو المعاصي والسيئات على وجه العموم هذا مما يجب تجنبه فإن ذلك مما ينقص أجر الحج والعمرة لعموم قوله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والفسوق اسم جامع لكل ما حرمه الله تعالى مما يتعلق بالحج كما جاء النص على جملة من المحظورات أو مما لا سلة له بالحج كالغيبة والنميمة ولذلك أوصي إخوان الحجاج أن يتقوا الله تعالى في حجهم وأن يصنوه عن الغيبة وعن النميمة وعن أذية الخلق وعن الكلام الفاحش وعن النظر المحرم وعن السماع المحرم وعن عدم التزام الأنظمة التي تقصد الرفق بالحجاج وإتمام النسوك على وجه تام كل هذه مما ينبغي للحجاج أن يعتنوا به فهذا مجمل لما يتصل بمحظورات الإحرام ترجمة نانسي قنقر